بس بتقولهم الصراحة انا مفهمتش اي حالة من دروس اليوم وعايز اي حد يشرح حالي اي حد يشرحة تاني شي لا بتقول لا ما تخفيش اتدماعك حلوة وتفهمه بسرعة مش زي جاي الحمار ده طحن الخواطر يا صاحبي بعد ما اوليفر وزميل انطم لأكاديمية كيمبل للسحرية بس في اول يوم ليوم كان فيه شخص غريب اطلق تعويض السحرية على كاتي ورمها قدام وحش مرعب يا لهو من البداية كده بس بنت الساموراية دخلت بسرعة واوليفر وفريو وساعدوها عشان نشرته الوحش باستخدام تعويضاتهم السحرية ونانو خلصت عليه في الاخر بعد فترة المعلم جارلاند بدأ الدرس الاول في الاكاديمية واللي كان عن فن السيوف لكنه خلت نعمل الطلاب يقتل بعضهم البعض عشان يعلموا الطلاب التانيين والطالبين دول هما نانو واوليفر اوليفر دخل الحلباء قدام نانو بس المعلم جارلاند فعل تعويض السحرية على سيوفهم عشان ما يدوش بعض وبدأ القتال ما بينهم بس في وسط القتال اوليفر حس بحال غريبة في نانو وكسر التعويضة بتاعت المعلم لكن المعلم وقف القتال بسرعة وبدأ الشرح بتاعت الدرس بس جاي دماغه فرجعت من كل الدروس وفضل يصيح ساعة كاملة عيل فاشل بس في اخر اليوم بيت الحمار نسي كتابه في الاكاديمية فقرر يرجع عشان يجيبه وشيل اوليفر راحوا معاه ولو الكتاب فعلا بس في جدار غريب سد الطريق بالكامل والمكان تغير حواليهم اوفي المصيبة وطلع ده كله لان الاكاديمية كانت مبنية على كهف عفريت واشباح يالا الهول بس في بنت غريبة ظهرت ليهم واطلقت غاز غريب بسيطر على اي شخص بيشمه بس بنته شيلة ووليفر هروا منها بسرعة لكن في عظم غريبة صرت الطريق بتاعهم بالكامل في خبر فيطر ايه لا يحصل ولو لسه صحب نشوفش الاجزاء اللي فهراتي لتشوفه من العامة الاي لفوق او اول كوميدي تحت ويالا كده خلينا نطلق لتس كو فالمهم عشان تنضم لينا والصحابة ما تنساش بقى تشترك وتفعل زر الجرس ويالا كده خلينا نطلق في حكاية اليوم حكاية من اجمل رواية لتس كو او فيليا بتقرب من اوليفر وفريو بس في شخص غريب ظهر وراهم واسمه ريفر بيتم كان من رعوب عالاخر وكان يسحب سيفه بس اوليفر صرخ فيه اياك اوعى اوعى هتسحب سيفك دلوقتي انك كده هتديهم سبب لمهاجمتنا ريفر بيقول لأو فيليا انت لسه بتستخدمي حقيقة لك القزر عشان تسيطر على الطلاب الجدد اللي بيتوه هنا وفيلي بتود علي اما انت بتستغل الطلاب دول برضو مفيش اي فرق بينك وبيني اصلا ريفر بيتصرخ فيها جامد اياك اياك تقرنيني بوحدة قزرة زيك وفيليا تعصبت جامد وساحبت سيفها عليه قال تعويزة غريبة همون زتون سلطعون وطلع وحشة ملاك خالص من الارض يا صاحبي يا هلا الهول وفيليا قالت تعويزة غريبة برضو هي كمان واطلقت وحش مرعب من بطنها وده وفريو مصدومين اصلا ومش فاهمين اي حالة من اللي بتحصل هنا بس الوحوش هرمت على بعض وقتال دا ما حصل في المكان وليفر وشيلا استغلوا الوضع واخدوا بيت عشان يهربوا من المكان بس ريفر افل الطريق قدامه انتو رايحين فين يا صلاعيق الملاعيق الصغيرين انتو ها فجأة ان انا وصلت للمكان ودمرت حاجز ريفر بسهولة وليفر وفريو مذهولين وانا وقالت لهم لو عايزين ان تهربوا من المكان دا فهربوا حالا ان القتال هيسخن جامد دلوقتي بس ما تخفوش انا هحمد اهركو وليفر بيصرخ فيها انت عبيطة ولا اياك تدخل في القتال المرعب دا نانو بترد عليه كل شخص تتولد عشان يموت وحياته عبارة عن طريق للبحث عن المكان اللي هيموت فيه واته ايه كمية الكآب اللي في المنت دي حرفيا حقلها خرب نانو خلصت كلامه وانطلقت باتجاه القتال بس اوليفر رفع سيفه وراح وراها فجأة شخص غريب ظهر في المكان وولع في وحوش ريفر وفليا مرة واحدة الشخص دا بيصرخ فيهم اظن انه قلتلكو ان محدش يقرب من الطلاب الجدد خالص صح ولا ايه ريفر بيرد عليه احنا كلنا بنلعب معاهم مش اكتر ومش هنقزيهم يا نصاب انت الشخص دا واللي اسمه الفين بقول لهم امشوا من هنا حالا وانا هتفاهم معاكو بعدين ريفر وفليا مشوا من المكان والفين عرف عن نفسه للطلاب وهو الفين كودفري ورئيس هيئة الطلاب الاكاديمية وبقول لهم كويس انكو قدرتوا تنجوا من الحسالة دول بس ما تخافوش انا هحميكو منهم من هنا ورايح اوليفر وفريق وشكروا ومشوا من المكان بعد فترة اوليفر وفريق وطلعوا من الاكاديمية اوليفر زعب في ناناو انت عبيطة تعبيطة ولا ايه ازي تلمي نفسك في قدال مميت زي ده انت عايزة تموتي شيلا بتهدي عارفة ان الموضوع غريب بالنسبة لك واحنا لازم نتكلم فيه عشان نعرف فيه عملت كده ليه اناو بتروح معهم لبحت المدرسة وبيتقولهم زي ما اوليفر قال من شوية انا فعلا حاس اني فقط هدفي في الحياة وحاس اني مش موليد معاكو اصلا اوليفر وفريق ومش فاهمين كلامه بس اناو بتقولهم من فترة قريبة كنتم مشاركة في حرب طاحنة ضد الجنرال سوما واللي كان بيمتلك جيش مكاوم من خمسين الف مقاتل وعددنا كان متين مقاتل بس بس الحمد لله قدرت اوصل لمركز جيشه عشان اخلص عليه لكن كان فيه مقاتل تصد ليه ويرد خلص عليه في الاخر بس المقاتل ده طلع ابن سوما والمقاتلين حصروني من كل مكان عشان ينتقموا مني بس في اخر لحظة رمح الجنود سبتة مكانها وفي شخص غريب ظهر في المكان الشخص ده بقول له الجنود يا ترى ليه كل جنود دول محوطين بنتة وحيرة زي كده بين كده انك بتمتلك مهارات كبيرة لدرجة انك خوافت جيش بحاله عشان كده انا هضمك لاكاديمية كيمبل للسحرية واللي هتعلمك ازاي تنمي مهاراتك وتصير ساحرة عظيمة في المستقبل بس الصدفة الغريبة الشخص ده طلع ابو شيلا اللي ناناو اتكلمت عنه في اول الانيمي ناناو بتكمل بعد الحادثة دي انا حاستي انه مش عايش اصلا والحقيقة بقت مجرد حلم غريب بالنسبة ليا عشان كده حاولت انهي الحلم ده باسلوب الساموراي اوليفر بيسألها ويه اسلوب الساموراي ده يا اختي ناناو بتود عليه زمان اتعلمنا في مدرستنا ان افضل طريقة للموت هي في قتال شخص ضد شخص والشخص اللي هتقاتل لازم تكون بتحبه بتحترمه والموتة دي اسمها الشكلب وكلب اصلي شيساو هياو يعني السعادة الابدية اوليفر انصدم يقول لا دي السعادة البطيخية مش الابدية ازا في شخص عاجل عنده مخ هيقتل شخص بيحبه لا وسيشعر بالسعادة في الاخر اريو سكر انا ناناو بتعيد بتقول لهم انا حاسيت الشعور ده لما قتلتك ودي كانت هي الشيساو بتاعتي لكن المدرس واقف قتالنا وانت مرضيش تكمل القتال ده معايا عشان كده انا زعلت خالص وما صرتش مهتما بالحياة بعديها كانت بتفكر انا كده انك اتصرفت الصرفات الغريبة دي عشانك حبيته اوليفر اوليفر بقولها بطيلي هابل انت كمان احنا مش في افلام سندريلا الدنيا هنا بتخرب لانه بتقوله لا كلامه صح فعلا بس انا وقعت في حب اسلوبك في القتال عشان كده حسيت بالشيساو في القتال ما بين يعني داي بقول لها اوليفر ايوة يا عم ولعت معاك الحصد لعب شي لا بتقول لها ناناو هل ممكن تقتله اوليفر بدون ما تحاول تقتله بعض ناناو بتود عليها للأسف لا انا مش احس بالشيساو كده غير لما احاول اقتل الشخص اللي قدامي شي لا بتفكر احنا كده مش هنسيك وتقتله بعض طبعا وفي نفس الوقت احنا مش هنسيك تموت في طيسة كده لازم نتصرف عشان كده انت لازم تريد طريقة تانية عشان تعيش بها واحنا انساعدك في كده جاي وبقيت الطلاب بيقول لها فعلا انت صرت صديقتنا دلوقتي خلاص واحنا مش هنسمع بموتك مع ما حصل اوليفر بيقول لها وعدينك هتستخدم سيفك لحماية نفسك ومش هترمي نفسك للموت مرة تانية نانو بتكسفت على الاخر وعادتهم بكده فعلا بس بتقول لهم الصراحة انا مفهمتش اي حاجة من دروسه اليوم وعايز اي حد يشرح حالي اي حد يشرحها تاني اوليفر بيقول لها الدحيح الدفع مولود هنا اهو اهو قدامك هيشرح لك كل حاجة اللي انت عايزاه حرفيا شي لا بتقول لها ما تخفيش اتدماعك حلوة وتفهمه بسرعة ما زي جاي الحمار ده طحن الخواطر يا صاحبي تاني يوم حصة السيوف بتبدأ والمعلم جارلاند بيديهم استراحة في نص الحصة واحد من الطلب بيسأله عن حال اسمها سيوف التعويزات جلان بيرد عليه سؤال حلو فعلا اولا فان سيوف التعويزات هو فان قديم وقوي لدرجة من ممكن يقضي على اي شخص بضربة واحدة وفيه ست سيوف تعويزات معروفة في العالم ده لكن السيوف دي سرية ومحاجة اعرف هي فين اصلا ومين اللي بيستخدمها بس طبعا فيه اشخاص بيحاول يصنعوا سيوف تاني زيها وفيه اشخاص تانين بيحاول يخترعوا الطرق لهزمتها لكن عدد السيوف فضل ستة زي ما هو وفضلت مخفية لحد وقتنا الحالي عشان كنت ما فيش اي حد يعرف مكانها يعني لو افترضنا ان معايا سيف من السيوف دي فانا مش هقول لكم طبعا وكفاء عليكم كده لحد اليوم يلا كل واحد على مكانه لاناو بتسأل اوليفر هل كنت تعرف اي حاجة عن السيوف الجامدة دي اوليفر بيرد عليها لا بس اسمعت عنها كلام قبل كده ريرشارد كان بتصند عليهم بقول لهم بطلوا لك 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 كمان ها كفاء تضيع وقت احسن من الكلام الفاضي ده اوليفر بيقول له طيب يا عم الجامد احنا نتدرب اهو كده كده مستوانة عايز تأوية اصلا ريرشارد بيقول لهم مستوانة انت فاكر ان المستوية الجامس زوحلية قدت زي مستوىك الكعيان الخريان المدريان ده بتعلم يا خويا بس تعالى نزل لون في وان ها وهنا هو الريك مش عارف ايه يا اللهوي شي اللي بتقول بطل شغل الاطفال ده واعقل شوية ريرشارد بيقول لها ملكيش دعوة انت كمان انا بكلم العيل الضعيف ده اوليفر بيقول له انا مش فاضل الهبل اللي انت بتعمله وبيمش من المكان ريرشارد تتعصب جامد وقول له شكلك خايف مني عشان كده بتحاول تهرب ها اوليفر بيقول له يا عم يا قاتلك خلاص بطل سياح بقى بس ان انا ولاحظ حالة غريبة في اوليفر وبتقول له حاس انك مش ماخد القتال ده بجدية وهتخسر فيه بالعنية وانا مش عايزك تعمل كده ريتشارد سمع الكلام وتعصب جامد اصدك ايه اصدك ايه بانك هتخسر قدامي بالعنية انت مش معتبين خصم ادك ولا ايه فجاء المعلم اتدخل وفصلهم عن بعض بعد انتهاء اليوم شيلة اهبلت اوليفر في مكان كده وبتقول له انا وريتشارد يكبرنا مع بعض فعيلة مشهورة وطبعا العيلتين فضلوا القارن مبين على طول عشان كده ريتشارد فضل يزاكر يزاكر ويتدرب عشان يصير احسن واحد في كل حاجة اوليفر بقول لها كده كده انا مش عايز بوص علاقتي بي عشان كده انا هنسحب من المباراة الجاية واخليه فوز شيلة بتقوله للاسف لو عملت كده يعني اوليفر بقول لها ما فيش اي حاجة قدامي اعملها اما انسحب واما القتال ما فيش اي حل تالت قدامي فجأة بتوصل للمكان وانهم تعالوا بسرعة كاتت سمعت ان الاكاديمية هتقتل وحش الترول اللي هاجم عليها في المهرجان وانطلقت ليه عشان تنقزه منهم في الوقت ده كاتت كانت وافق قدام قفص الترول وفيه شخص اسمه تاريوس بقول لها في حاجة واحدة بكرهها في الدنيا دي وهي اني اكرر كلامي مرتين لنفس الشخص بحيث عن القفص ده حالا كاتت مش بتسمع كلامه اصلا داريوس بيسألها عن اسمها كاتت بترد عليه اسمه هو كاتي ألتو داريوس ضحك على نفسه ألتو يعني انت بنت الرجل الحبيطي شغل يدفع للحيوانات ويعمل نقابة كاملة عشان حقوق الحيوان والكلام الفاضي كاتت بتود عليه هعمل نفسه ما اسمعتش اي حاجة من كلامك الوسخ دي بس مش هسيبك تأذي الترول ده اللي ورايا مهما حصل داريوس بقول لها الترول ده هارم على الناس في المهرجان لو سبنا يعيش هيهجم على الناس تاني كاتت بتقولوا لا انا هقنعه انه ما يهجمش على اي حد بعد كده داريوس بيستهزئ بيها تقنعيه تقنعيه ازاي يعني هتدينه موزة مثلا وتقولوا لي هو هو هاها ولا ولا يا يعني كاتت بتزرخ فيه ما تتريعش عن الكان اللطيف ده ده عنده مشاعر زينا بالزبط داريوس يتعصب عليها باين كده ان ما فيش اي حل تاني قدامي غير القوة فجأة داريوس فعل تعويز السحرية على كاتت كاتت ما قدرتش تستحمل الم التعويزة وعت على الارض بس اوليفر وفريقه وصلوا للمكان ووليفر صرخ في داريوس ازاي توريو على طالبة ضعيفة في الصف الاول داريوس بيرد عليه ابعد من هنا حالا وإلا هخليك تريع جنبيها انت كمان فجأة في طالبة تانية ظهرت في المكان واسمها فيلا داريوس بيسألها عايزين انت كمان فيلا بترد عليه ادارة الاكاديمية طلعت قرار دلوقتي بعدم اذية الترول ده يعني متقربش منه خالص وإلا الاكاديمية هتعاقبك على كده المعالب جارلاند وصل هو كمان وقال لداريوس ادارة المدرسة منعت التعويزات المؤذية من خمس سنين ولو المديرة اكتشفت انك استخدمتها هنا هتجلج جدك حرفيا وصحيح ادارة الاكاديمية قرارت تفتح تحقيق شامل في الهجوم اللي حصل في المهرجان اللي فات عشان كنت ترول ده لازم يفضل عايش لانه دليل حي من الحادثة يبني داريوس بقول له انت سر تعمل حيوانات زي بتوحق قلب تنجان جلا بيرد عليه لا بس انا بطبق القرارات اللي بتصدر من الادارة العليا وبس لكن صحيح لابد انك تخلي بالك من هنا ورايح لان جماعة حقوق الحيوان ما صارتش ضعيفة زي الاول داريوس مش بيرد عليها وبيمش من المكان شي لاستخدم التعويزات شي فعلا كاتي وفيلا بتقول لها شكلك بتحب الترول ده صح ولا ايه كاتي بتقول لها ايه بالزبط كده انت بتحبهم انت كمان ولا ايه فيلا بترد عليها فعلا انا بحبهم زيك كده ولو احتجت اي حاجة هتعالي تكلميني فيها وبنمش من المكان بعد فترة كاتي وباية الفريق كانوا راجعين لما سكن الطلبة بس في خفاش شرع مالهم رسالة غريبة كده شي لا اردت الرسالة دي وطلع فيها ان ريتشار طالب منافسة بينه بين اوليفر ونانا ومع بعض يا لهوي شكل عايل ده محضر لمصيبة جدام جماعة تاني يوم كاتي وفيلا راحوا للترول ده عشان يأكلوه يعني لطف يا صاحبي بس فيه طلاب كانوا بيرابيهم من بعيد وفضل يتحكوا عليهم ناس واصخة والله بنروح لباقي الفريق شي لا بتسأل اوليفر ونانا هتعملوا ايه في قتال ريتشارد الجايدة نانا بترد عليها اكيد هنقاتله طبعا وهنعلمه الادب كما هنجده جده اوليفر بيقولها اهدي يا بنت اهدي مدام طلب نزال وقتال شريف فاحنا هنلبي طلبه ده بدون اي مشاكل شي اللي بتقول لهم تمام وبيرجعوا للفصل بس كان فيه تلات طلاب بيتكلموا عن كاتو بيترياوا عليها كمان جاي تحصب جامد وراح عشان يضربهم بس اوليفر وقفوا ايه دا يا عم انت احنا مش نقصين مشاكل تانية فوق مشاكلنا بس فجأة كاتو وصلت للمكان والطلاب استلموها التالي يا بقى خلاص ايه اللي جابك كنا الفصل ده للبشر مش للحيوانات انقل يا ايه مليونة مش عارف جاي تعصب جامد وهجم عليهم بس يوليفر ما مسكش نفسه واستخدم تعويض التلحية السحرية وهاجم على الطلاب دول قابلوا كمان الطلاب بصرخوا مين اللي عمل كده ها مين وليفر بيقولهم انا اللي عملت كده يا براس انت وهو ورون هتعملوا ايه جاي هنانا وانضموا ليهم ودخلوا في قتال دام من الطلاب دول بس اتحبسوا في الاخر شي بتعطيبوا معنا كده ما كنتش متوقع انك هتحبسوا من تاني يوم ليكم في الاكاديمية سجل نظيف خرب في سانية هنقول ايه بس بس ما كنتش متوقع ده منك يا وليفر ده انا قلت انك انت العائل الوحيد اللي فيهم بس للاسف طلعت حمار زيهم وليفر بيتأسف ليها لكن كاتب يتقطعوا اسفة انا انا اللي كنت سبب في كل ده وليفر بيرد عليها لا انا اللي مقدر شمسك نفسي قدامهم وانت ملكيش اي دعو باي حاجة من اللي بيحصل جاي بقول لها هم كانوا بيتريوع عليك قدام الفصل بدون اي احترام عشان كده يستهلوا اللي حصل لهم شي اللي بتقطعهم شاطع يا اخوي انت و هو دلوقت كل الطلاب صاروا ضدنا بسبب اللي حصل وريتشاد هيستغل الوضع ده لصالحه ويدوم كل الطلاب دول في صفه اوليفر بيرد عليها ده مش مهم اصلا انا مش مهتمين بالفوز في المباراة دي في نص الليل اوليفر وفريو قابلوا طلاب في قوضة غريبة كده عشان يوصلوهم لمكان القتال ولا يكون داخل اكاديمية بس طبعا الاكاديمية تحولت لبيت الغيلان واللي اسمه اوليفر وفريو فعلوا تعويذة سحرية على سيوفهم ودخلوا ده بس بيت استغربت لانهم بقالهم فترة بيمشوا موصلوش لمكان القتال حتى فبيقول له اوليفر بين كده ان ريتشارد عمل لنا كمين هنا لا مستحيل يكون اعمل كده لانه من عائلة مرموقة وشريفة مستعلي خاطر بسمة عائلته يعني لسبب تافي زي كده بس بعد فترة اوليفر وفريقو وصلوا لمكان القتال والطلاب فتحوا باب غريب كده اوليفر وفريقو دخلوا الباب لكن الصدمة طلع ان الحلبة كانت كبيرة فحت يا صحبي وفي طلاب كتير في كل مكان الطلاب بقول له اوليفر وفريقو الاتنين هايقاتلوا في النزال يروحوا للحلبة دلوقتي والبقية يروحوا لمكان الجماهير اوليفر بقول له شي اخلي بالك من كاتي والطلاب لانه من يعرفش هم عاملين ايه هنا اصلا شي اللي بتقول له تمام وبتروح لمكان الجمهور فجأة ريتشارد دخل الحلبة والطلاب قالوا لأوليفر ونانو ابعدوا عن الحلبة دلوقتي لان في عرض استعراض هيحصل دلوقتي فجأة وحوش مرعبة ظهرت في الحلبة وهدمت على ريتشارد بسرعة رهيبة بس ريتشارد خلط عليهم بسهولة نانو بتسأل اوليفر وهو ايه اللي بحصل هنا اوليفر برد عليها هي دي وحوش الكوبولد واللي كانت بتستخدم في لعبة قديمة بتحصل ضد الصحراء يعني بس جماعية حقوق الحيوان منعتها لانها تعتمد على قتل الحيوانات دي وما حد يصار يعملها من وقتها ريتشارد بقرب من اوليفر بقول له ايه انت اول مرة تشوف اللعبة دي ولا ايه اوليفر برد عليك كنت فاكر انه جايين هنا عشان القتال مش عشان اللعب ريتشارد بيستهزبي قتال انت مين اصلا يا اله عشان قتلك وكده كده انا مش هستفيد اي حاجة لو هزمتك عشان كده انا هقتل كنتو الاتنين في اللعبة دي واكتر واحد مننا هستطيل وحوش هيكون هو الفايز واليفر بيفكر ببين كده ان ريتشارد متعود على اللعبة دي من زمان وشكله مخ وضرب عايزي نفسنا فيها لانه متؤكد من الفوز بس ده مش مهم دلوقتي لانها اصلا مش مهتمين بالفوز فجأة الطلاب لمحوا وحش خايف وبيحاول يهرب من الحلبة واحد من الطلاب قرب منه ورمى جو الحلبة الوحش مرعوب وهجم على واحد من الطلاب بسرعة بس الطلاب خلص عليه بكل سهولة وفضل يتريع عليه كاته مصدومة من اللي حصل بس للجماهين الفرحانين وبيصيحوا ايها موته خلص عليه بسرعة نانهو تعصبت جامد وصرخت باعلى صوتها الطلاب اتجمد مكانهم ونانهو بتصرخ فيهم فين المتعف كده ها ازاي تخلوا كائن ضعيف يقاتل تاني عشان يموت انت مجرد حثالة مفيش اي ذر الدم عندكم الطلاب بتعصبوا عليها ورموا الزبال عليها كمان اطلعي من هنا اياتو هالجبائنا ومش عارف ايه نانهو رحت لوليفر وقالت له يلا نمشي عم المكان المكان وحش مفيش اي قتال يستحق نفضل عشانه هنا ريشت بيصرخ فيها انا تعبت جامد عشان اجاهز المكان ده ومستحيل اسيم كنتمش بالسهولة دي نانهو مش بتعبره اصلا وبتكمل طريقة بس بقيت الطلاب بقولولها الافضل انك تسمعك كلام وترجع للحلبة تاني وإلا هنرجعك غصبا عنك نانهو بترد عليها هو ده القتال اللي جيت عشانه ورونه هتعملوا ايه بالزبط فجأة صوت مورعب عز المكان بالكامل وجث الطالب ترمت في نص الحلبة الطلاب بترحبوا من المنظر ووحش مخيف ظهر في المكان الطلاب حاولوا يهربوا من الحلبة بسرعة بس الوحش فضل يقطع فيهم يمين شمال زي الشاورمة يا لهوي لانو بتسأل اوليفر وإيه اللي بيحصل هنا يا جماعة اوليفر مصدوم مش مصدق اللي شايفه إيه اللي جاب الوحش الاسطوري ده اللي هنا ريتشاد مرعوبه وكمان وما كانش حالف ان الوحش ده موجود اصلا الطلاب هنموا على الوحش بسعيرهم بس الوحش تفاد كل هجمات وخلص عنهم واحد ورد تاني الطلاب اللي على المدرج مرعوبين اصلا وحاولوا يهربهم وكمان بس وحوش الكوبولد هنموا عليهم اوفي المصيبة الدنيا بكت معجنة يا صاحبي فجأة اوليفر لمح جملة غريبة فوق الوحش ده وتقول جربوا الشعور انك تصيروا الفريسة يا لهوي بين كده انا في شخص مجهول ورا كل اللي بيحصل هنا الطلاب مرعوبين اصلا وحاولوا يهربوا من الباب اللي دخلوا منه بس الباب طلع مكفول والوحش فضل يخلص عليهم واحد براتي يجب تحهم حرف السيخ الشاوير مع يا صاحبي ريتشاد شايف اللي بيحصل وعملها على حاله من اللي بره من الرعب بس اوليفر بيصرخ فيه اثبت مكانك اياك تهرب ما ما حصل ولا الوحش هيطيل وراك ريتشارد ما كانش سمعه اصلا وهرب من الحلبة بسرعة بس الوحش طار ورافعا وكان يخلص عليه ولكن في اخر اللحظة نانو صادت الوحش بسيفها وحامت ريتشارد منه اوليفر مصدوم مش مسدق ان نانو ادرت تصد هجوم الوحش ده فجأة نانو محاولت شعرها للمون الابيض وارمت على الوحش بكل قوتها الوحش انطلق عليها هو كمان بس نانو ادرت تصد بصعوبة جايش شايف القتال المرعب ده بيصرخ احنا لازم نتدخل بسرعة عشان نساعد نانو في هزيمة الوحش الاسطولي ده شي اللي بترد عليه لا الافضل ان انا ما تدخلش في المعركة ده لان الوحش ده قوي فاحت واحنا مش هنصمت ضده اصلا عشان كده افضل خيار هو مراقبة اللي هيحصل هنا جايس مع كلامها وفضل مكانه فعلا اسناء كل ده الوحش كان بينهال على نانو بوابل من الهدمات بس نانو قدرت تصد بصعوبة فجأة الوحش طار في السماء وجمع حجوم غنيب على اجنحته وهدم على نانو بسرعة رهيبة نانو مصدومة مش عالف تعمل ايه بس اوليفر اتدخل وطيرنا نانو بعيد عن الوحش الوحش لامح اللي حصل وهدم على اوليفر بكل قوته لكن اوليفر يتفاد الهجمة وقرب بيقى تعريج للوحش بس الوحش قدر يتفادى كل ده وجارحه في صدره اوفي المصيبة اوليفر قعد ينزف جامد والوحش هيخالص عليه خلاص بس في اخر اللحزة لانو اتدخلت وصدت هليم الوحش بصعوبة اوليفر استخبه في مكان بعيد ده خلاص ويستخدم تعويض السحرية عشان يعالج نفسه بس ريتشاد كان جنبه وبيسأله ازاي ازاي عندك الشجاعة والجرعة لمقاتلة الوحش المرعب ده انت مش خايف ولا ايه اوليفر بيرد عليه اكيد انا خايف بس حتى لو كده انا مش شادر اسيب ان انا هو تقاتل الوحش ده لحالها ولا هتخسر عشان كده لازم اساعدها في القتال يعني ريتشاد مش مسدق اللي سمعه بس اوليفر سابه وريجع لحالبة تاني بنرجع للقتال الوحش كان شغال دعك في نانو وانا بتصد بصعوبة بس فجأة اوليفر ظهر في المكان ولا نانو مش هنقدر نقاتل الوحش ده لوقات كبير ولازم نخلص عليه بضربة واحدة وانا عندي خطة لكده واني هستخدم هجومه باغية لتشتيته وانت تستغل الفرصة وتغفليه باقوة هجوم عندك نانو بتقوله تمام وبتنطلق بتجاهل الوحش قتال دائما حصل في المكان بس فجأة الوحش طار في السماء وجمع طاق مجنون للهجوم على نانو لكن اوليفر استغل الفرصة وهجم على الوحش بصواعق برقية الوحش تبهدل على الاخر وطح من السماء نانو استغلت الفرصة وهدمت على الوحش بكل قوتها لكن الوحش استجمع نفسه وهجم داني عشان يخلص على نانو اوفي المصيبة نانو مش عانف تغرب منه والوحش يخلص عليها خلاص بس في اخر اللحظة اوليفر وقت ما بينهم وصرق في نانو يلا خلصوا عليه بسرعة فجأة الوحش طار بعيد وطلع ان ريتشارد الجبان انطم للقتال اخيرا يا اخي لانو استجمعت قوتها وهربت على الوحش تاني الوحش حاول يصمد ويهجم بس نانو اتفادته بسرعة وقاطعت راسه بالكامل اوفي الاحداث الاحداث الرهيبة دي يا صاحبي كل الطلاب مصدومين من اللي حصل ووليفر شكر ريتشارد على مساعدته ريتشارد بيرد عليه قتلكه هو اللي اثر فيها عشان كده انا انضمت ليكو بس ازاي ديته تقتل وحش مخيف ومرعب زيدة بدون اي تردد حتى لانو بترد عليه احنا الساموراي مش بنختار خصومنا في القتال عشان كده مش بنخاف من اي حد بيقولهم مفيش عيب لو الشخص خاف وهرب من قتال هو عارف انه مش هيكسب فيه بس انت رجعت للقتال تاني على عكس اغلب الطلاب اللي هربوا من الحلبة وما حد تشافوا الشوهم تاني اصلا معنى كده انك شخص قوي شجاع وتستعق تكون من عائلتك النبيلة ريتشارد مش عافي يقول ايه فبعيت وخلاص يا سلام مين كان متخيل يا صاحبي لعبة هانتر اكس هانتر يا سلام يا اخي واللعبة يا صاحب تشتغل على الموبايل وعلى الكمبيوتر وتحكيلك طبعا قصة هانتر او انت بتلعب طبعا بشخصيات كده مع جون يعني وكيلوا والشباب وطبعا يا صاحبي اللعبة فيها مود قصة اسطوري ومود اونلاين كمان انا ممكن تلعب بشخصيات انت يعني بتصميمها بنفسك يعني في عالم هانتر اكس هانتر الصراحة اللعبة تستحق وتستحق كمان التجربة وتلاقيه كمان شغال على الموبايل وعلى الكمبيوتر واللينك بتاعها يا صاحبي تلاقيه موجود في اول كومنت حاجات كده يا صاحبي دايما بديبها لك هدايا اسطورية عشان دعموك الاسطوري يعني فا استمتع وباسك يا يا صاحبي ده كان يجوز التاني من انيم اوليفر في اكاديمية السحر الملعونة فيترى هل هنكمل فيه ولا لا قلونا تحت في الكومنتات وما تنساش الهدايا الرهيبة اللي سبتالك في اول كومنت وانا نشوفك على خير في فتحة الجاية بيس او اثمان